اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة من على اليمين يضم البرنامج بشكل اساسي نافذتين رئيسيتين وتظهر معها نوافذ اخرى اذا تم تفعيلها من قائمة view النافذتين الرئيسيتين هي visualizations و fields قائمة visualizations تحتوي من الاعلى على المخططات البيانية التي تستخدم من اجل عرض القيم والنتائج والارقام ومن الاسفل توجد العديد من الخصائص التي تتغير حسب المخطط البياني المستخدم داخل هذه النافذة لدينا بشكل اساسي تبويبتين الاولى هي fields التي يتم من خلالها سحب الحقول الخاصة بجداول البيانات في البرنامج ووضعها في هذه الحقول ليتم اظهارها على المخطط بمعنى اخر ان المخطط البياني يعرض القيم الموضوعة في هذه الحقول وتحتوي ايضا من الاسفل على حقول التصفية التي يتم فلدرة او تصفية البيانات تبع عن الخصائص فيها والتبويبة الثانية هي format الخاصة بتنسيق القيم وتصميم الالوان وعرض العناصر داخل المخططات وايضا صفحة التقرير ككل ايضا هناك تبويبة اخرى تظهر وهي تبويبة analytics لعمل بعض الخطوط المرجعية وخطوط الاتجاه هذه كانت نافذة الفيجواليزيشنز اما النافذة الاخرى فهي fields التي تحتوي على الجداول والبيانات التي يتم استيرارها او انشائها على البرنامج من على اليسار يحتوي البرنامج على ثلاثة نوافذ اساسية مهمة الاولى وهي ما نحن فيه الان وهي الريبورت التقرير اما الثانية فهي البيانات الديتا وتقوم بعرض كافة البيانات والجداول المستوردة والمنشئة على البرنامج يتم عرضها كقيم وحقول وجداول كما الاكسل اما النافذة الاخيرة فهي النافذة relationships التي يتم من خلالها من ربط الجداول بين بعضها البعض ليتم تناغم وتبادل المعلومات بين الجداول نعود لنافذة ريبورت المساحة البيضاء هذه هي مساحة العمل التي يتم من خلالها من انشاء المخاطرات البيانية فيها وعرض القيم والنتائج ويمكن انشاء اكثر من صفحة للتقرير من خلال زر الزائد هذا فتستطيع عمل اكثر من صفحة وتعبر عما تريده من خلال الصفحات وتقسم التقرير وتقوم بتوزيع النتائج من خلالها ليكون مفهوما ومرتبا اكثر هذه كانت الواجهة الرئيسية للبرنامج حاليا سنقوم بعمل مثال بسيط لنتعرف على كيفية استيراد البيانات وصنع المخططات وكيفية التعامل مع هذه النوافذ نذهب لقائمتهم اي الصفحة الرئيسية ومن خلال زر get data اي احضار البيانات نختار اكسل مثلا نحدد على ملف الاخسل الذي لدينا ثم open يتم فتح الملف وتظهر كل الشيط اي الورقات الموجودة في هذا الملف نحدد على جدول data مثلا ونختار load لتحميله على البرنامج نلاحظ الحقول في هذه البيانات قد ظهرت في نافذة الحقول الجانبية نختار اي مخطط بياني من المخططات هذه وليكون مخطط الاعمل بالنقر عليه يتم وضعه في مساحة العمل نضع المراكز في المحور اكسز ونضع المستفيدين ضمن القيم فالي نكبر من المخطط البياني قليلا في مساحة العمل نقوم بعرض القيم داخل الاعمدة من خلال قائمة تنسيق format نفعل امر data labels لعرض القيم على العناصر ونشاهد ان المخطط البياني عرض اعداد المستفيدين في كل مركز من المراكز ايضا نقوم برسم مخطط بياني اخر نختار الخريطة map نضع المحافظة ضمن location ونضع المستهدفين ضمن الحجم size ليكون حجم الدائرة يعبر عن عداد المستفيدين ونلاحظ انه تم توزيع القيم على المحافظة داخل الخريطة اخيرا نقوم بعمل ازرال تصفية ننقر على اداة لسليسر هذه ونضع ضمن القيم الخاصة بها مثلا التغطية coverage ليتم اظهر هذه العناصر عليها الان نستطيع الضغط على اي عنصر منها ليتم تصفية كل المخططات هذه لهذا النوع من التغطية فقط هذا كان درسنا عن التعرف على الواجهة الرئيسية للبرنامج وكيفية استيراد البيانات ورسم مخططات بيانية بسيطة والتحكم بهذه العناصر والتقرير نتمنى ان يكون الدرس مفيد لكم ونلقاكم ان شاء الله في درس قادم لكم مني كل التحية انا المنذر سفان والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة